موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في قناتي قناة عالم أميرة ماب خانسس دائما الجديد والجديد على قناتي كيفما تنقول لكم دائما ليولت القناة ديالكم فمرحبا بالاشتراكات ديالكم ومرحبا بالمشتركين الجدود من إسبانيا ومن الجزائر كذلك مرحبا وألف مرحبا بكم في المغرب كيفما تتعرفوا ممكنش يفوت أو يدوز يوم الجمعة بلا ما نخدمو وحد الكسكس الكسكس المغربي اللي هو مشهور عالميا مشهور بالخضر اللي يمكننا نديروه فيه اللي كنسميوه مثلا كسكس سبعخضاري يمكننا نديروه كذلك بالتفاية اليوم غادي نقدم لكم واحد الكسكس المغربي بالتفاية وبالزبيب الجاف أو العنب الجاف من يدخلتي العزيزة لتحضير كسكسو تفاية كسكسو دكالي معتبر بطاقة تعريفية لهذه المنطقة الدكالية خاصة منطقة سديب النور كيف ما تتشوفو أنا غادي نحتاج لواحد الفخض غادي نقطعوه شرائح كبار قطع كبيره ثم غا نحتاجوه معا القرع القرع اللي هي معروفة في دكالة بش عارفوا البنات القرع في دكالة ما تيديروه شكيلو لاجوج تي حاولو يديرو القرع كام يعني تيشرو قرع هكذا كسينة وتيخدمو بيها غا نحتاجو الحمص كذلك ديجان في الزك غادي نخدموه مع البصلة وهي البصلة ديالنا على حسب الكمية اللي بغيتو غادي نقطعوها واحد شرائح رقيقة وغادي نديروه يوم حمص في واحد طنجرة وغا نخليوها تطيب على خاطر نديرو معا واحد شوية لمحط البصلة كطلق المبزاف ونخليوها تطيب على خاطرها من اللي غا تطيب غادي نقول لكم شنو غا نديرو معا من بعد تبعو معايا البنات ما تشوفين اول حاجة غادي ناخد واحد البرمة وغا ندير فيها الحم ديالي هايا خالتي بيدها البنينة يعني الماكلة من يد خالتي تتجي بنينة بزاف مش هي تكون فيها البنات اول حاجة غادي توضعها الحم في البرمة كيف ما قلت لكم وغادي تدير من فوق منه بصلة تقريبا واحد جوجة بصلة شلداتهم هاكدا شنفاتهم ارقاق ودارت معاهم الربيع غادي تضيف سكينج بير من بعد غادي توابي الأخرى لبزار غادي تضيف عليه كذلك الملحة والخرقوم خرقوم علق كيف متى نقوله بدرجة المغربية ديالنا ويمكن ندرو كذلك ضويمة ديال الزعفرا بهاتشكل كيف متى تشوفو هاد كسكسو ما غاديرش فيها الزيت لانا الحم اللي فيه هو أصلا فيه يعني مش حم يعني بلا ما نضيفو الزيت لانه غادي جيمية دم بزاف من بعد ما نكملو التوابيل كاملة يعني درنا هنا الملحة من بعد ما نكملو التوابيل ديالنا كاملة غادي نبدأ نخلط في هاد التوابيل مع اللحم ديالي انتو ما غا تشوفو الطريقة اللي غا تخدم بها خالص بهاتشكل غادي تشد البرماء بيدها وغادي تبدأ بحالة تتخلط هكذا بيدها يعني كتهز للبرماء وتتنزلك بهاتطرقة كيف ما كتشوف باش حتادك اللحم يعني شرب لي ديالي التوابيل كاملة ومن بعد كنشعل عليه البوطة وتنضيف واحد جوجو غرار رفت قريبا ديال لما وكنخلي شوية تشحر بهاتطريقة كيف ما تتشوف هايا تفايا ديالتي كالطيب من بعد ما درتها فوق البوطة ونقصت عليها البوطة هي والحمص وقدت تقريبا شي كاس ديال الماء وخلي تطيب على نار هادية حتى تطيب لي مزيان باش كنضيف لها التوابيل الاخرى كيف ما تشوفوا البنات شوف هاد الفورنوش حلزوين انتي طيب وحدش كلي هو متساوي كيوزا لي النار بحدش كلي هو متساوي باش كيطل علي الفورة في ديال كسكسو كامل وحتى من الدورة الكبيرة حتى هي فيها البنات النار اول حاجة وغانا بدا نصيف الكسكسو ديالي اول حاجة ندير سميدة في القصعة ديالي اللي كنسموها بالدريجة المغربية ديالنا القصرية وغادي تبدأ خالتي تتكب الماء وتتبدأ كتكسكس بها الطريقة يعني حتى كيتفتلينا ديك السميدة كاملة بهات الشكل كيف ما كتشوف شوف الطريقة البنات كيفاش كتخدمو خالتي تبارك الله عليها والله يعطيها صحيحتها كيجي كسكسو من ديها كيشهي اروع على البنات كسكسو دكالي كيحمر لوجه ميمكنش تمشي الدكالة ومتاكولش هاد الكسكسو كتعود تاني تضيف الماء لحسب المستطاحة ولا حسب حتى السميد ديالي واش كتشرب لما بزاف ولا لا وكتبدأ كتفتل بهات الطريقة حتى كيتكسكسو كيتبس بس لنا تبس بس لنا ديك السميدة مزيان كتدير هي الزيت كتبضيف واحد لما يقدر لبأسة به من الزيت وكتعود تخلط بالدهاب هات الشكل بهات الطريقة كيفما تتشوفو من بعد كتحضك الكسكسو في الكسكس باش كتطلع في الفورة هذي الفورة اللولة لانا غادي نخدمو ثلاثة ديال الفورات وكيبقا تتطلع في الفور مزيان عباش كنعودو تفورة تانية ها هو كسكسو الفورة اللولة هاي طلعات بعد ما كتطلع الفورة مزيان كنزلو في القصرية ديالنا وكنعودو تانية ندروليه المر باش يتحلينا مزيان هاي غات بدخلتي تضيف الماء وفي نفس الوقت كتا تخلي دك السميدة انت تشرب ينفوتا تشرب يعني انت تعطي كاتي يتضاعف الحجم ديالي انت تعطيني واحد الحجم لي هو كتير كتتتخدم هنا الغراف وكتكبع للكسكسو شو الطريقة لبنات يعني كسكسو كل واحدو الطريقة ديالو كتكبع لي هاد المكامل ولكن ما تشوفها لبنات كيفاش كيجي هادك المكامل اللي كباتو كيشرب مزيان يعني كتشربو ديك السميدة وهنا كيتضاعف الحجم ديالي شو البنات مش هي تكون في هاد كسكسو كيجي رائع كيجي بنين وغادي نكملوا بنفس الطريقة حتى غاي شرب لي دك الماء مزيان سميدة لكات شرب على البنات كاتشرب للماء بزاف احتملي غا تشرب لي دك الماء كامل غا نعود الثاني نردو فلكسكس ديالنا باش يطلع لي دفورة الثانية شوفها ذاك الماء كامل شربعتو سميدة غا نخذ الثاني نديرو الفورة الثانية نديرو فلكسكس بقنا名 شرب لي هادك الماء كامل گا نديرو ف personajes باش طلع إيه في الفورة الثانية موسيقى موسيقى في نفس الوقت شديت هذه القرعية كاملة وقطعتها بهذه الشكل ونضيف كذلك حتى الطماطم تقطع خلطي هكذا على شكل رباعي وغطفها لبرمى ووحد الكيمية أخرى ديال سلسة الطماطم يعني بعد ما طحنات وحد الكيمية ديال الطماطم لقد تقلق لنا دك البلول ديال كسكسو وغادي نضيفه معا العينب المجفف هاو البنات العينب الأسود تيجي بنين تيبننا لبنات الكسكس ديالنا تيجي رائع بزاف هاو شكل ديالو وغادي نضيفه كذلك مع الباصل يعني ما نضيروش في البرمى أنا كبيت دك سلسة ديال الطماطم في البرمى ديالنا كيضا مللينا دك للاسوس الطماطم تيضا مللينا مزيان دك البلول ديال كسكسو في نفس الوقت هايا البصلة ديالنا طابت وهنا غادي نبدى نضيف في التوابل لاحظوا معايا البنات التوابل اللي قد دير خالتي دارت زبيب من بعد ما طاب الحمص والبصلة دارت زبيب او العينب المجفف بهالطريقة دارتوا فوق من البصلة البصلة اللي تطيب البنات كتنزل وغا تخليه يطيب واحد شوية وغا تضيف توابل الاخرى في نفس الوقت هايا نزلنا سميد ديالنا للمرة التانية باش نعودو نفورو تفورو الأخيرة شوفوا البنات الحبيبات ديالكوسكوس وكأنه مصنع يعني كي من يدخلتي وكأنك كتشريها من المحلات تجارية بحال ذاك الكوسكوس اللي تيكون جاهز بحالوا البنات كيجي حبيبات سميد نفوروه المرة التالتة اللي هي الاخيرة في نفس الوقت سميد ديالك المال اللي تلقاته البصلة سيتحيدو خالتي لأنه سبقى في ديالك المال داقم زوينش من الأحسن أنه يتحيد وغا تضيف عليه خالتي شوفوا البناتها والحمص والزبيب والبصلة ستضيف عليه خالتي واحد جوج المغارف ديالكوسكوس باش حتديك البصلة يعني تكون فيها البنة ديالكوسكوس 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 تتوتى معه وهنا غا تبدو تضيف التوابين دارت الملحة من بعد يغضف تواب الأخرى سكين جبير لبزار غضيف كدليك الخرقون الخرقون معلق لما يتخلقوا من البلدي كتجي رائعة لبصلة معسلة دكالية وصفة دكالية مئة بالمئة ستكلم من البلدي وغا تكمل بنفس الطريقة توابين الأخرى باش تكون عدنا بصلة ناسلة واجدة تكمل طياب ديالها وهي أجهزة داقت كدليك باش تعملنا البصلة لبنات ضروري من القرفة والسكار نحن قدرنا وحد الكمية اللي هي كتيرة يعني تتوابين كانت شوية زيدة ضفت شوية زيت يعني شوية لبنات من قويوش وغا تضيف كدليك السكر باش كتتتسل لنا البصلة مزيان وكتجي بصلة معسلة شهو منها هذه الطريقة ديالخالتي بتأسيل البصلة كتجي رائعة مع ذاك العنب المجفف ومع الحمص وغادي نخليوها تشرب لي ها التوابل مزيان والتأسل لي وغا تخلط بهاتشكل كد ما كتشوفو باش تجمس قاديك التوابل مع بعضياتها ونخليوه لبصلة تكمل طياب ديال كيف ما كتشوفو البنات هاي بدات كتتسل لنا هاي بدات كتتوجد شي خمسة دقائق تقريبا هكاك وغادي تكمل ومن بعد إن شاء الله نوريكم النتيجة الأخيرة كيف ما هو معروف يعني من جيتان بغو نديرو الفورة الثالثة ضروري ما تنظيفو القرعة حيات القرعة ضغية تطيب يعني متطلبش بحد الوقت لي هو كتير هنا يا هاي الفورة الثالثة بدات كتطلع لنا مزيان كيف ما تتشوفو طلعت لنا مزيان وهنا غادي نوريكم بطريقة ديال وضع ديال يالا تبعوا معايا هاي البصلة ديالنا جاهزة لحم ديالنا توازلات وخالتي هالمرقة ديالنا وجد يعني كل شي عدنا جاهز الآن كيف ما تتشوفو غات بداخلتي تسقيف هاد الكوسكوس اللي تقريبا ندرنا ديال جوج ديال كميات جوج قصاري كبار وتبصيل كذلك كبير وتبصيل صغير هيا بداتك تسقيفي شوفو البنات كيف اشتجي كسكسو رائع كسكسو بنين كسكسو كيشهي شوفو على البصلة كيف اشتجي كجي رائع البنات ديك الضغميره ديالها ديك التوابل اللي كتعطيها البتة وبالتعسل بطريقة التعسل شوفو البنات كيف اشتجي كيجي كسكسو دكالي كسكسو بتفاية شو هو منو ما شهيدكم فيها البنات بس حاول راحة البنات أتمنى انكم تجربوه ما تنسوش البنات الى عجبتكم الوصفة بطبيعة الحال تقابونوا معنا فلاشان باش توصلوا بكل ما هو جديد بتفعيل جارس هاي النتيجة النهائية ما تنسوش جام كيف ما تتشوفو كسكسو دكالي شو هو منو صحتكم على البنات تجي زوين يلا البنات ما تنسوش كيف ما قلت لكم تعبونا ومعنا يلا الى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله ما سلاما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر